أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلِّ اللهم وسلِّم مبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا فسهل أمورنا برحمتك يرحم الراحمين مشاهدين القرام يتجددوا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا في حلقتنا الماضية في مظهر من مظاهر علو الهمة في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وهو تربية الأطفال على الكتاب والسنة وعلى الأخلاق الإسلامية ومكالم الأخلاق عملا بقول رب العزة يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أي علموهم وأدبوهم علموهم وأدبوهم علموهم الحلال والحرام وأدبوهم على مكارم الأخلاق والأذاب الإسلامية وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله الرعية فلم يحطها بالنصح لا يجد ريح الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومسألة التربية وعدناكم أن نتطرق إليها في حلقات متسلسلة نتطرق إلى الجوانب الإيجابية في التربية الجوانب السلبية أين هو السلبية أين هو الخلل في تربية أطفالنا وفي تربية أبنائنا وفي تربية الجيل من مظاهر علو الهمة اغتناموا مرحلة الشباب لماذا مرحلة الشباب الأخص لأن مرحلة الشباب اعتنى بها القرآن ومرحلة الشباب خصها القرآن بذكر خاص ومرحلة الشباب خصها النبي صلى الله عليه وسلم برعاية خاصة إذا رجعنا إلى كتاب الله العزيز نجد أن الله عز وجل ذكر خلق الإنسان وخلق الإنسان روح يكون من ضعف ثم إلى قوة ثم إلى ضعف قال عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف يعني طفولة إنسان يكون ضعيف لا حوله ولا لا هو لا قوة ما يقدر يأكل ما يقدر يشرب حتى يوكله يشربوه ما يقدر يغسل روحه عندما يقضي حاجته عز الله وقدر أكم ما يقدر شيء يغسل روحه ما يقدر شيء يدوش ما يقدر شيء يبسحويجه ما يقدر شيء يمشي طفل ثم هذا الأمور تتطور في ذلك الطفل وفي ذلك الكائن الحي وفي ذلك الإنسان وقت بوقت دوك طفلت على شهر ما هو شو طفلت على شهرين وطفلت على شهور ما هو شو تعام وتعام ما هو شو تعامين الله الذي يخلقكم من ضعف هذا الضعف هو حيث قوة يوم بيوم يوم بيوم أولدك قال الليلة على البارح كان في زي إنوض تصيبتك على حاجة تطور 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 نمو تعو تطور نموه من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وهذا يعتني بها هي مرحلة الشباب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وهي مرحلة الشيخوخة الكهولة والشيخوخة فالقوة أين تكمن تكمن بين ضعفين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة فيقول قائل لماذا اعتنى الإسلام والقرآن ورسول الإسلام بمرحلة الشباب لأنها مرحلة القوة بين ضعفين لأنها مرحلة العزيمة الماضية والحيوية الدافقة والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في الحديث الصحيح الذي يرويه أصحاب السنان رواه البزار واللفظ له عن سيدنا معاذ بن جبر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عاملا به قال شراح الحديث الشاهد في الحديث قالوا هكذا يسأل الإنسان عن عمره عام وعن شبابه خاص هذا خص الوقت وسؤالاني رئيسيان في الحديث يسأل عن عمره فيما أفناه العمر التاعك من سن التكليف واشدرت بيه احتمت عاش مئة سنة عاش خمسين سنة عاش مانين سنة ويسأل عن شبابه فيما أبلاه لأنه مرحلة الحيوية والعزيمة هي مرحلة الشباب مرحلة القوة مرحلة العطاء والبذل في سبيل الله تبارك وتعاله قالوا واشدرت في مرحلة شبابك لما كنت قوي كانت عندك القوة عن العمر عامة وعن مرحلة الشباب خاصة وعن مرحلة الشباب خاصة وإذا رجعنا كذلك إلى القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر مرحلة الشباب ذكرها في سيدنا في سيدنا يحيى عليه السلام وآتيناه الحكمة صبية وآتيناه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أتى الله عبدا ما أتى الله عبدا حكمة إلا وهو شابا وآتيناه الحكمة صبية ذكر سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام فجعلها جذاذا لهم إلا كبيرا لهم ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا فتى وكانش كبير سيدنا إبراهيم؟ فتى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أصحاب الكهف عندما تربوا على الإيمان وعلى التوحيد السليم الصحيح ربي قال في القرآن إنهم فتياتنا منوا بربهم وزدناهم هودا حاربوا الطغيان وحاربوا الفساد وهم فتيا شباب هذه مرحلة القوة التي قصدها أو يقصدها القرآن الكريم الله الذي خلقكم من ضعفهم ثم جعل من بعد ضعفهم قوة هذه التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وعن شبابه فيما أبلاه هل شبابك أفنيته أبليته في تعاطي المخدرات والأقراص والإدمان عليها وتعاطي الحشائش والمهلوسات ما اختلف لونها واختلف ذوقها واختلف مفعولها هذه الطامة التي ابتلين بها في هذا الزمان بالأخص هل أفنيت شبابك في التعرض ومعاكسة الفتيات هل تعرض أبليت شبابك في الفواحش والمنكرات أم هل أبليت شبابك في التعلم والتعليم هل أبليت شبابك في الصلاة وفي العمل والمثابر على العمل لكي يكسب القوت إما عمل بعلم أو عمل بحلفة أو بصنعت والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المحترف أي صاحب الصنعة صاحب الحرفة هذا هو الشاب أبليته في خدمة والديك في خدمة الإسلام في خدمة الوطن في خدمة الدين في خدمة القرآن سوف تسأل عن هذا الشباب عن هذه المرحلة سوف نسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى انظروا عندما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شباباً عندما تربوا في ظال الأرقم ابن أبي الأرقم في مرحلة الدعوة السرية كانوا شباباً سيدنا عمار بن ياسر وسيدنا بلال بن رباح وسيدنا علي وغيرهم من شباب شباب مكة المكرمة الذين ترعرعوا ترعرعوا على الإيمان وعلى تقوية النفوس طاعة لله تبارك وتعالى مع أنهم كانوا شباباً سيدنا أسامة بن زيد الحب بن الحب عليه من الله الردوان مع أبيه عندما أمره النبي صلى سمع الجيش عمره المية يجاوز سبعة عشر سنة اليوم إذا قسنا الشاب سبعتاش سنة بالشاب بسيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه قياس مع الفارق سبعتاش سنة يقود جيش سيبويه عندما بسط سلطانه بسط سلطانه على النحو وعلى البلاغة عمره لم يتجاوز ثلاثين سنة سيدنا معاذ بن جابر رضي الله عنه عندما باعته النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً على أهل اليمن عمره لم يتجاوز العشرين سنة قاضياً على من؟ على حضارة حضارة يمنية ما وش غير ما وش قرية ما وش دشرة عضارة قاضياً عليهم عمره لم يتجاوز عشرين سنة فلذلك مرحلة الشباب مظهر من مظاهر اغتنامها هو مظهر من مظاهر علو الهمة في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأسف الوقت يداهمون ما زلنا مع مظاهر علو الهمة نسأل الله عز وجل أن يحفظ شباب المسلمين وأن يحفظ شباب الجزائر وأن يجعلهم لوطانهم ولأمتهم دخراً وعداً اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد إنك ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم مبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته